اشتركوا في القناة ما هي أسباب فك الرابطة الزوجية؟ ما هي الأسباب؟ والسؤال الثاني مكمل ما هي عوامل استقرار الأسرة؟ وهذا يهمنا جميعاً ما هي الأسباب؟ أسباب كثيرة، يمكن أن نجملها فيما يلي السبب الأول ضعف الوازع الإيماني يعني ما يخص الإيمان ما يخص الإيمان؟ عادي يطلق بالسباب أي حاجة ذريغان ذي نقدران ضعف سمعتوا الآية التي شرحناها؟ في الدرس الرقم ستين آية الطلاق كل ما ربي سبحانه يقول واتقوا الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً سبحان الله في صميم أحكام الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله على ما ربي يقول تقوا الله؟ اذكرها خمس مرات تقريباً خمس مرات وبعد يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً وبعد يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه على ما ربي يذكر التقوى كثيراً؟ خفوا ربي معنى المؤمن خفوا ربي لا يطلقوا إلا لسبب جدي لمسوغ شرعي والعصمة بيده سيد يا ربي فيك العصمة سواليس ماذا يفرو اشواليس اتفقنا؟ إذن ماذا نستنبط؟ نقول في المقابل نجيب عن السؤالين معنى سبب ضعف الوازع الإيماني يؤدي إلى تفكك الأسرة إلى الطلاق أو ما شغير الطلاق إما ما شغير الزوجة ضعف الوازع الإيماني لدى الزوج يطلق طلق بالإرادة المنفردة وإذا كان الزوجة ما عندهاش أيضاً لخوف ربي الإيمان طلقه هذا الخلع كيف كيف؟ نسا مريق وذار ربي يسفره نسا ثمثو ذار ربي استفره عن طريق الخلع الخلع الذي شرع الآيام مئتين وتسعة وعشرين فين خفتم الشيقة قابلين مش هذي هذه يراك في صورة النساء يا خمسة وثلاثين ولا جناح عليه ما فيه مفتدت به هذه الخلع موجودة في القرآن وموجودة في القانون المدى خمسين التطليق كيف كيف؟ وثق ذار ربي خطر من أسباب التطليق أن الزوج مثلاً يدير شوية الإهمال ما ينفقش ما ينفقش كان ميزيريا شوماج كان كل شيء ما ينفقش ما ينفقش ما ينفقش في القاضي لا ينفق المسعفة ينفق الصفر ينفق ساعة البال ساعة الخاطر الصبر الجميل والنفس الطويل ينفق بدم الخطر لا ينفق أي سبب اتقوا الله ثم نفس الشيء بالنسبة لكل حالات الطلاق وأنواع الطلاق الآن إذن من أسباب فك الرابطة الزوجية ضعف الوازع الإيماني من عواملي استقرار الحياة الزوجية الأسرة قوة الإيمان كي كل إيمان مكثبر بلا بس والإيمان هو العاصم هو العاصم هكذا يروى عن أحد الصحابة قال واحد قالوا عندي بنتي لما نعطيها الناس أعطيها لمن يتق الله لي خف ربي الناس إذا أحبها أكرمها وإذا كان ما يحبهاش لا يظلمها ما يظلمهاش معنى الحد الأدنى متوفر متوفر إذا قوة الإيمان على ما يقول قوة الإيمان الإيمان هو اللي يخليه تفكر أن عقد الزواج كيف سماها ربي سبحانه فكروني برك ميثاق وين جاءت الآية هذه يا الله جاوبوا لي الجهة هذه ميثاق غالظة صحة عندك ثمانية على عشرة وين جاءت هذه الآية في أي صورة يا الله يا الشاطرين أنا نزخ بكم نقول صحاب الجامعة أنت عذر عم الخدد التقوى يجب أنتما مسجد التقوى بالمناسبة يا أخي شيخ محمد مسجد التقوى لذلك هذه النهارة كنت هضرت بسفعة التقوى خاطر كأنه أطموصفير تقوى الجو التقوى هذه جاء في صورة النساء ولك يشفروا عليها بعد إذا كان سمح لي الشيخ محمد بعد ديروا امتحان امتحان صورة النساء شفوا عليها الآية وحد وعشرين وأخذنا منكم ميثاقا غليظا نمس فهم؟ من يدرك قيمة هذا الميثاق؟ هو المؤمن هو المتقي هذا ما كان هي وحدها وحدة آخر ميهموش 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 لأنه عادي ميهموش من قوسين مرة واحد طلقها الزوج زوجات الزوجة الأولى طلقها ضرباط جوستيس بالمحكمة الزوجة الثانية طلقها عادي الزوجة الثالثة طرفها قال قال نورمال أنا موارف قالوا كما طلقت زوجة الزوجة الثالثة من أنت قادر أن طلقك؟ عادي معناه معناه هذا ما ما كان بالنسبة إليه نورمال سبيسياليست في الطلق كاندي زيكسبير في الطلق سيأتي البيان إذن فهمنا أربي قال في صورة النساء الآية واحدة وعشرين وأخذنا منكم ميثاقا غالظا كين واحدة الآية رقمها واحدة وعشرين تشبه هذه تشبه مليحة عندها علاقة بالأسرة ديريكت شو كون يقولوا هذه نخليكم توما نروحوا لهنا يا الله أجمع صورة أنا قلت الجاة هذه نخليكم من بعد صورة الروم صورة الروم الآية واحدة وعشرين أقروها ومن آياته أن خالقا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ واحدة وعشرين واحدة وعشرين شفيتوا عليها؟ الله يبارك إذن العامل الأول الذي يفكر الرابطة يا إنسان أصحوا مثلاً أي من آياته أصحوا إنها أصحوا لا تفهمين؟ نذهب للسبب الثاني ضعف الوازع الطرباوي الطربية لفالور القيم نعطي لكم أمثلة إذا كان واحد سمحولي المستوى الطربية نقص بزاف يقدر يدير أي حاجة يطلق يضرب يخليها للجوع يحرمها من مواليها يقول الزيارة الوالدين كي يموتوا إن شاء الله كي تصرى جنزة تروحي معد ذلك كل شيء ما كانش ورها أخي الظرفي وحذيق ما ينفعش زيد من كي طلق أخ لا يراعي الأداب والأخلاق كين تكفي الإشارة لذلك الطربية مهمة في نفس الوقت في نفس الوقت العامل العامل القوة لأمتاع الأسرة هو العامل الطربوي ملت لفالور لقدر الاحترام والتقدير أنعم مراعاة الحقوق والواجبات كل هذه ندخلوها في الجانب الشرعي ولكن ذات صلة قوية بالجانب الطربوي خطر ثمطط المرأة إذا كان زوجها ما عندهش دراهم لا يجب أن تحرص فيه تقول تعلق أذهب أجيب لي كذا وكذا أذهب تسرق البنكة تدفعه إلى كيف المفروض المشيكة المفروض الزوجات تقول له نحن نصبروا نعيش به ونصبروا لحلال الوزع الطربوي مهم ومهم جداً إذا حضر استقرت الأسرة إذا غاب تفككت الأسرة واضطربت وتمزقت ذغ الوزع الطربوي يهمون أيضاً حتى عند النزاع أنا عام كين اللي يختلف مع زوجته خلافات يختلفوا في العرس في الجنازة في الزيارة حياتي لو كان يجيب لها عشرة ضياف تقولوا عليك جيب لي الضياف وتصر المشكلة ما نشعرف هنا يقدر يستخدم العنف يقدر يرميها بالكلام يقول مواليك ما ربوكش أنتي ما شيء ما ربيك تقول له هكذا صفي موالية ما ربونيش وتروح القضية دخلوا في أمور أخرى مفهوم اللي ما شيء ما ربي ممكن تطعن فيه في القرية عندنا قاعدة المشاكلة كل حاجة يقول لها لكم موجودة أرى إدجارهم يزداحموا باشي يخرجوا لأن هذا مجتمع مثلاً واحدة عندها الليصانس شهادة الليصانس وهو عنده شهادة الميلاد يعني ما عنده حتى شهادة في البداية تقبلوا تقولوا مع لي شنايا أنا عندي لا الليصانس أنت ما عندك ولو ندسي وجبيك أعطيكم الصحة يجي نهار كاش نهار تقولوا ديجا ما أعلم لكم ما تقولوا أنت يا أنت عندك غير شهادة الميلاد ما عندك لا سيزي سيهم لا البياء لا الباك لا لوقت ما يصبر هذا الراجل يجي نهار لو كان كين تربية ما تقول هذا الكلام عيب عيب صحيح سمعناها أصحاب الوسط قالك الكفاءة سمعناها ما حلقوا عليها وصح الكفاءة يقول تحدث عنها الفقهة أنامي ما سنتفاصيل يذكرها في الفقهة المركز الاجتماعي بثاف أمور ولكن كي يدخل الدين فرا كلش الدين هو اللي يدير التوازن ممكن واحدة عندها الدكتورة وزوجها ما عنده ولو تقادره هو القائد أنامي أنامي الرجال قوامون على النساء ربي ما قال لا 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 قال الرجال الرجال قوامون على النساء والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة حديث كثيرة لريحة للرجال والريحة للنساء بش كل كيليب يكون توازن ماذا كان تربية نقصة؟ تعايروا تقول أنت والو أنا عندي ليسانس وأنا كذا ليسانس المازوطي يدخلوا وقع هذون يقول لي تقول لي تفسد على العلاقة وكذا الطربية مهمة لذلك ربي قال ونفس وما سواها فألهمها وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دساها قد 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 صفية راية الدعوة كبيرة ثم في صورة الجمعة الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته كملوا ويزكيهم كمل ويعلمهم الكتاب والحكمة ربي سبحانه ذكر التزكية قبل التعليم قبل القرية نحن نقولك أعطيني الفاهم له لا قرأ هذه وظيفة من وظائف النبيين النبي صلى الله عليه وسلم ما ربي هدر عليه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم منهم تعرفونه تعرفون أخلاقه تعرفونه والصادق الأمين منهم ما شيء من نجاة أخرى من بعد قال ربي سبحانه يتلو عليهم آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإذا كان التعليم ينصرف إلى الرؤوس فإن التزكية تنصرف إلى النفوس القرية سلاغة ولكن صرفقا سلوان أرث نفسي لماذا ذكرت هذه الأمور يعني هذه الآيات كي نفهموا باللي الجانب الطربوي مهم طرفقا ذينمي مولان نغتربين مولان نغتربين تمطوث يلسن أي اللي ضعار قزيم ضعيم غار نيم هي لازم نرجع للأصول والله لكل أمر أصول إذا ضيعنا الأصول حرمنا الوصول هي تصوصيغ أي اللي أرقزيم إلوسانيم أمغار ثمغار أو الدعوة الخير نصن هكذا لازم يا بنتي زوجك والوالدين أنت وعك الثانيين نعم شيخك وعجوزتك وإلى أخيره ما تشيل عكس تقول لا لا أنا هذه المغارة أنت مغارين لذلك صرى خلطة وحكيت لكم مرة هؤلاء 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 ما هو المزية هذا كلام ينذر هذا لأنه يقرأ الآن ليس البارح الآن يقول لك لا يجب على الزوجة أن تخدم أمغارسة كنت مغارسة هؤلاء 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 من أن ندخلهم بعد كيف لو كان شاطرة تكسب زوجها حينما تحسن إلى والديه إلا كانت شاطرة إلا ما يغالق المنصدار دائما يضروا أول الكلمة واعرة يقول لك اللسان اللحلو وارضع اللبا يلسى زيضان يقضون ثسدى أكي قرن بزورة ثسدى معنى اللبا اللبؤة أيل سيلا ذاكسم ذا شوكيرا ذا سنان أكي قرن بزورة في الجانب الطربوي مهم جدا نزيد نكمل قليلا نرجع لسورة الروم واش قال ربي وجعل بينكم مودة ورحمة يا الله فيها التربية وفيها خفة ربي قولنا المرة اللي فات وأذكر ما قلت في هذا المسجد المبارك إذا كان المودة والرحمة في زوج حاضرين رحمة ربي الحمالة أكذ الرحمة الأسرة ثوى شلتة الاستابل مستقرة إذا غابت المودة ثغاف الحمالة مثل الرحمة ثوى شلتة ستكملت سيذير إذا غابت المودة وحضرت الرحمة ستستمر الأسرة أنا أعلم محقيقة لمقاصدها بما توفر من معاني الرحمة يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أما إذا كان رحت المودة ممكن تروحها هذه الدنيا ممكن الراجل يكون بصحته وخده ما شاء الله يأتي نهار مرض يدخل سبيطار 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 ترميه الزوجان ترميه أتذكر أتسمح ذلك وممكن العكس المرة كانت بصحتها عندها قيمة كرحت صحاً تاعها ابقى على آخر قبل المغرب عشر دقائق صرت هذه صرت هذه والله غير سمعت الدموع لأنه في التليفون في هذا هذا منهج نبوية كل شيء مستور ولكن بعد زواجين أكثر من عشرين سنة أنا ماذا؟ طلق قبل المغرب يعني قبل المغرب ما نقول لك شيء هذا اللي صرح قبل المغرب شاهدتون الألم إذا حبيته نقول حاجة أخرى نقول حاجة أخرى كنا نصل للعامل الشرعي نتكلم عليه صفي الجانب الطربوي لذلك الرحمة مليحة مثل الله الرحمة يريب ذانا بالمناسبة نفتح قوس هكذا تكون الرحمة مكانش الأولاد يقدروا يديوا بابهم لدار العجازة ما كان اللي عمر دار العجازة؟ الشيوخة والشيوخة العجاز يسميس دار العجازة اللي بغا يزور يزوره تبكي تقول فلان كيف عندك أولاد؟ يقول لك عندي أولاد؟ يقول لك عندي الأولاد وعندي الأحفاد أنا عامل ماذا تجابك اللي هنا؟ ما يجاوبك بالدمعة؟ أم لا أدري كيف يجيبك؟ كيف اسموهم دار العجازة؟ اسموهم دور الرحمة؟ صح ولكن بيني وبينكم لو كان كين الرحمة في القلوب نحتاجه ديور هذن؟ لو كانت الله الرحمة تقول لهم ونحو الجري خام لكين الرحمة خطر كين، كين دنيا مع مرأة كين عندك أولاد كين الأحفاد كين أذرهم قبيلة العشيرة معناها المجتمع عنده نظم عنده منظومات تجاوب تحتوي هذه المشكلات إذن هذا وربي سبحانه عز وجل قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَّةً وَرَحْمَهُ وَبَعْدِينَ قَالْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَقَدِي سُخْدَمًا أَلَّغَنْسًا إذن العامل الطربوي إذا كان ضعيفاً لا تستقر الأسرة وَلَا تَتَجَوَزُوا الْعَقَبَاتِ بعض الأحيانات وقد نحن نظر أجل من ناة وقد قبل أن هناك أَرْقَذَ تَرْقَةً وَاطَمْتُثُ تَمْتُثُ هذه أحدة كيف تهتم كثير؟ أَرْقَذ تَرْقَةً وَاطَرْقَثْ تَوْي دَمَان أَرْقَةً وَاطَى مَوْدَةَ وَاطَمْتُثُ تَمْتُثَ تَمْتُثَا تجمع هذه المرأة هذه الأمثال السائرة عندنا عندها خيوط عندها جذير ممتدة إلى الشريعة إلى القرآن أو إلى السنة أو إليهما معا ثمت في حرزا انتقند الجهة قالوا أني مغرنطة أسواق صحيح أنعم سوف يحتاج الأمثال نذهب إلى هذا يحتاج أنتم سوسيولوجيا أو لا بسيكولوجيا أو لا أما أنتم الوسط كل شيء لكم يلا أمشي أعود كليل المثل لني أعود أستكام ثمت ثفثي ما شاء الله ما شاء الله أي غردي لا ثيوة سؤال أي غردي في ذا ثيوة شو المعني ثمت في حرزني شو ديت سرث أي غردي في ذا ثيوة أيها المثل يلا تفضلوا مرحبا 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 لا تخليش هذه الأسرة تضيع نعم اقتصاد كل شيء ذات داخله ثيوة ثمت في حرزن ثيف ثيوة إيخيرزن هذا ثاني مصفا إذن هذا العامل الطربوي نروح العامل وحد آخر أسنسمي ضعف الجهل بأحكام الشريعة هذا سبب من أسباب فك الرابطة الزوجية حالبا نكون من غرائب الأمور من غرائب الأمور اليوم الأخ محمد استقبلنا في الجنة الفتوى حالا طلق زوجته مرحب قلنا له أنت ورحب أنا عندي الفهمة لازم تطلقها ثلث مرات ضربة وحدة لكي تكون تولي وحدة لازم يقولها أنت طالق 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 لكي تكون تطلقها أما يقولها كل شهر أنت طالق عادي يطلقها يرجعها يطلقها يرجعها أنت خسيم ينذهل ينشكها طلق صفي باش وحد باش يطح لازم أرافال أو لا طلق ثارص تكفي الجهل بأحكام الشريعة أشرنا إليه في حلقتين سابقتين له صور ووجوه لا نخصيها لكثرتها ثم سنين تشارعيث مذخوص هذه الظروخ صار نعطيكم بعض النماذج مثلا يلي طلق زوجته وهي حائض هذا جهل بأحكام الشريعة مئة ثلاثم الطوص العادة بلك تغلط الظلمة تشعل شوية كانت زعفة ترفوة تفقعة زعفة الشريعة تقولك لا لا الطلاق في هذه المرحلات في هذه الحالات طلاق بدعي لا يوافق الشريعة أفهم وهو يديرها إلا نقاذ سيفورت من تطوص ذي النفس هي نفس ما زلها في لا كلينيك ولكن خرجت من لا كلينيك يطلقها نورمال سورتي إذا كان زادت عندها الطفلة نميرو سنك طفلة رقم خمسة بالنميرو على بل اسم هذا جهل ألي رتور كلما تروح إلى كلينيك تجيب بالنطفلة هذا الأمر حصل لا لو كان حصل مرة لا نقوله لو كان حصل عشرين لا نقول هاش حصل يا ولدي وره مخك يقول كيف سورتي إذا كان الانتوراج لفامي تقوله ما هذا الأمر هذا يا إما يقول لش افطلقها يا جيب الزوجة الثانية البوليغامي نروح الارتكليويت لا نقول المواد القوانية لكي لا نحظوها لذلك نجعلها مدى الثامينة يا أفضلوك ما يجعل المدى الثامينة يروح بالعقد مدى الثامينة زواج زواج سري آن عامي زواج عورفي هذه جوجاك تمطو ثيستناث مبلا مات زراث مزواروث فمزواروث يسعى لعقد ليفرد فامي عادي ثيستناث زواج عورفي سلفات سيحة عاسين يجوجين السلفات سيحة وقت يعرف الزوج الأولى والثانية خاصة الأولى يتلاق وفلا مورق إذا مات هذا الراجل اللولة تروح باش تشوف زوجها اللي مات الله يرحمه والثانية تجي تلاق وش كون انتي سيمون ماغي هذا زوجي أنا أشتقي يضرع يضرع فالما شك يضرعون شمن غير الثقافة الزواج الميسيار شفيت في 1996 كان نسي سقسي هذا خاطئ نحن هذا كذري على أخرين هذا مشاركات وملايير وعيش غير فلافيوم سافر وكذا كل بلد يكون عنده زوجة هنا زوجة هنا زوجة زوج الميسيار أذكر مرة في 97 واحد سقساني قال لي ما حكم الشريعة في زواج الميسيار ناصر سيمان خاطئ 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 ما ألاقي إذا لقيت الزوج وحد تسل لكراس 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 مشكلتنا هنا حاليا سوف هناك حاجة تصل لها توصل لدينا يا أخي كل واحد تزرع وكل واحد بالمشاكين تاول نظرك لنا في الانترنت سوف يقول شيء مفتوح الله غالب ذاين الحكم الشرعي يا فولان ورها الإعلان ورها وحكيت لكم مرفة القصة هنا في المقبرة كي جاء الأخ بشيد في نخطو اللي هي متزوجة جاء واحد قالوا هذه زوجتي أنا ميه وقد حصل حكيت لكم ما قلت كل شيء قلت غيش وياها كا يسمى شغل طابل دبور كيم واحد يمشي في الطموبيل كي السينيال يروج حمر معنى سيارة تاك فيها خلل دايا سوال كنا سوال طابل دبور نغطس هذه كلها هذه أضواء حمراء في لوحاتنا الاجتماعية فلننتبه فقط هذا مكان صفي أدفك بعض نماذج الجهل بأحكام الشريعة ذكرنا مثال مثال آخر كي طلقها عشرين مرة في مجلس واحد أنت طالق 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 بدعي لا يوافق السنة هثم وكاين من نماذج يطلق زوجته في دماغه وقت يرجعها قالك لازم بعد ثلث شهور قرب بغير تحير قلبها قاع صرات لماذا لم تراجع زوجتك أثناء العدة لأنه طلق رجعي يقول كان فهمت بلي لازم يفوتو ثلث شهور باش نرجعها أوت نتساء طالق رجعي إلى قد يرثم الطوثيس أذي مصلاحي ذس قبل سكفو لعيد دار ربي ثلث شهور ربي قال والمطلقات يتربصنا قالك أنا ربي قال يتربصنا بأنفسهن ثلاثة تقروا الآية الأولى في صورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة إذا كان المرأة حامل ثم تستذيست العدين سكم عدتها بوضع حملها وأولاة الأحمل عدتهن أني ضعنا حملهن إذا كان يعني كان تفاصيل معنى حق أحكام الشريعة لازم تعرف إذا كان جهل بالشريعة واشي صرى يصرى خلل في الحياة الزوجية في الحياة الأسرية إذا كان فيه علم بأحكام الشريعة هذا يساعد على استقرار الحياة الزوجية وفي الفقه المسألي درسناها كامل في مساركية كوين غراء كش من تيلو مراقي نعرفوا معنى الطلاق الرجعي الطلاق البائل من الصغرى البائل من كبرى أحكام العدة أحكام الحضانة أحكام كذا إلى أخيره نعرفوها الحقوق الواجبة النفقة شرحناها في الدرس رقم 59 النفقة وأحكامها أذكر العامل الشرعي هو عامل المهم مما يتعلق بالعمل الشرعي مراعاة منظومة الواجبات والحقوق يعني ذي تواشولت لانت لدوفار لانت الواجبات لانت لدروع لان الحقوق في مسالكي وقت انت ديني انت شرعي مثلا ذي القرآن الكريم التأس الآيات يهضرن فإن يعني العلقة يجي دخلت وشلت يكو لانت الواجبات لانت الحقوق هذا أدنو غال سبب وسن ووسا ربعان ووس خمسة تدخل طرف ثالث وسلاثة ومن قر وسلاثة إذ ماذي لوسلاثة الخير إذ ماذي لوسلاثة ويفنو ويتهدو ويجبار ويترزو أكا إذ ماذي لديك شي موسلاثة يرغل قصم الطوف نغذي تواشولت أسنف كفوذ أسنف كل جهد أذي صد الخير يرسم ها وقيد وسلاثة الخير أكا مثلا في كوال وسلاثة لي لديك شي فضل يرس يتساوي يتسرا يرمس لا يشوط لا نغذي سير نغذي هدث واشول تني هذه خرف العش نسم أما على وثلاثة يقيا وثلاثة إذ مراد يسيد فاميلة بورغاز وثلاثة الجار يسيد وثلاثة مهم جدا أدنغل العامل الأخير العوام الكثيرة اللي هو السبب من أسباب الدمار سوء استخدام الوسائل التكنولوجية على رأسها الانترنت في هذا الزمن بمعنى يرأسخذم إلى انترنت في تساويد المشاكل في مقرانين هذه تكنولوجيا ميل الإيماني الله الخوفة ربي الله صرفكث الله في ندمة السخذم تكنولوجيا إيويني الهان ميلع الإيماني خوص الخوفة ربي ينقص او قدوينه لنساوية ربي اتصرفكث خوص هذه لي ير يرأسخذم إلى انترنت التكنولوجيا ذنى آرى يضروخ الصار اذا سوء استخدام التكنولوجيا منها هذا الوسائط الانترنت وغيرها هذا سبب من أسباب دمار البيوت وفك الرابط الزوجية ولكن حسن استخدام الوسائل التكنولوجية قد يكون عاملا مقربا عامل خير وطبعا الوسائل تنطبق على جميع في جميع الحالات وفي جميع مجالات الحياة ثورة في الخاتمة ماذا أقول نقولكم يا إخواني عالجنا ما تيسر من أحكام الشريعة الإسلامية عموما وأحكام الفقه الإسلامي خصوصا وأحكام الفقه المالكي بالوجه الأخص المراجع نرجع إلى كتاب الموطأ موطأ الإمام مالك هو المرجع رقم واحد في المدرسة المالكية نرجع إلى كتاب المدونة نرجع إلى كتاب الذخيرة كتاب الذخيرة للإمام القارافي أشرنا إليه نرجع إلى كتاب المعونة كتاب المعونة للقاضي عبدالوهاب البغدادي نرجع إلى كتب عبدالبر القرطبي لأنه يريفيرانس عندما راجع مهمة جدا خاصة في كتابي الاستذكار والتمهيد أولي القول الخير الكثير والكنوز الكثيرة في هذه الكتب التي خلفها أولئك الأعلام رحمهم الله جميعا دورنا نحن أن نتصالح مع شريعتنا ومع ثقهنا ومع مذهبنا المالكي الذي يحفظ الأصر نحفظ أصارنا نحفظ استقرارنا وبعد ذلك نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونرجو الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال إن شاء الله يكوني حرزا ربي هذه جاء الله البكري وشو لنوانتي وشو لننغ في قذي تذيرن ذي الهنى ذي ثلويث ذي الخير ذي الخير وانتي خير وقذي سعان في لفا تذيرنو هورن إن شاء الله تعيو الشداد قريث الويث نسأو الله أن يحفظكم وأن يحفظنا جميع من كل بلاء آمين أمين والحمد لله رب العالمين